يعد مطار معان من أقدم المطارات في الأردن وكان له حضور في سنة 1917 حيث كانت تنطلق الطائرات العثمانية من هنا وبان الثورة العربية الكبرى فعندما قدم الشريف عبد الله بن حسين إلى معام سنة 1920 ركز على هذا المطار وفعل هذا المطار حيث حوله من مطار عسكري إلى مطار مدني حيث تأتي الطائرات من لبنان إلى معان وتنتقل وينقل السواح من قصر ملك عبد الله اللي هو فندق الآن بعيد على بعد أمتار من هنا إلى بيروت ومن بيروت هنا وفي سنة 1959 استقبل الطلبة هنا في هذا المطار جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال مع شاه إيران رذب أهلوي وكان له حضور المطار بقي إلى السبعين إلا أنه بعد هذه الفترة انتهى وهناك أيضا من مكملات المطار كانت هناك محطة أرصاد جوية المحطة الأرصاد الجوية كان فيها قياس نسبة سطوع الشمس وكانت هناك بعثات ألمانية تأتي للدراسات وزارة هذه المنطقة وهناك عدة من مقومات تادفانة أيضا كان هناك عنا محطة منطات تطلق إلى طبقات الجو العليا تملأ المنطقة بالهايدروجين وكانت تقيس عنا درجات الحرارة لتساعد الطائرات على الإقناع الآن حدود المطار كبيرة وإذا قرأنا على أرض الواقع الآن سنجد بأن هذا الجبل من الجنوب يحد المطار وهنا من الشرق أيضا على قرابة واحد كيلومتر ومن هنا أيضا الغرب ما يقارب من ثلاثة كيلومتر ومن جهة الشمال أيضا هنا واحد كيلومتر فكانت مساحة المطار كبيرة جدا وكان له حضور منذ سنة 1917 وكان من أهم المطارات ما زال الآن هذا المطار بعض الملامح ما زالت كما هي الآن إلا أن نجد أن بعض الملامح العامة التي كانت فاعلة دمرت بسبب الإحمال الذي حصل من سنة 1936 وتحديدا من سنة 1959-62 أصبحت هناك المطار شبه منسي على أرض الواقع في سنة 1917 كان هناك كادر عسكري من القوات التركية يدير هذا المطار وكان الكادر كبير لأن هناك ما يقارب من عشر طائرات كانت تحط في هذا المطار وتنطلق منه كثيرا إلا أن نجد لأنه في بدايات الثورة العربية الكبرى أو إنشاء المملكة الإمارة الشرق الأردن عمل الملك عبد الله الأول على إيجاد كادر بشري يدير هذا المطار وكانت هناك طائرات تأتي من لبنان إلى معان وكانت بحاجة أن يكون هناك كادر بشري عمل هذا الكادر على إدارة المطار بأحسن وجه اشتركوا في القناة